اشتركوا في القناة 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 اللي ساعدوا وساهموا بدعم بسيط على أساس أنه احنا نطور القناة فهذا وجدت أنه الفترة مناسبة بداية هذا شهر مبارك ويعني حبيت أنه يكون فيها نوع من أنواع التغيير فعشان هيك ركزت على هذا النقطة هسا في آخر الحلقة يعني بكفي هيك تقريبا لأربع دقايق لبابروم وبرغي في آخر الحلقة في رغي أكثر اللي هو إلو علاقة بالتوقعات بعض الأشخاص اللي طلعوا وتوقعوا وأحبطوا الدنيا وناس خوفت العالم وهذا فرح أحكي نبذة بسيطة عن أشياء معينة رح تكون في نهاية الحلقة بعد ما نخلص من التوقعات طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأحد عشرة تشرين الأول أكتوبر من شهر عشرة يعني عشرة عشرة القمر اليوم موجود في منزلة الشولة ولكن أنه ما رح يستمر للغد يعني هو رح ينتقل من الشولة في ساعات المساء منزلة الشولة هاي لتضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط حكينا هذا الحكي بالأمس لأنها هي مستمرة من يوم أمس طبعا هي رح تمكت القمر في هاي المنزل إلى الساعة عشرة وستة وعشرين دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي موعد بث الحلقة اللي هو يوم السبت طبعا بتوقيت الأردن الساعة واحدة وستة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل له السبت على الأحد رح ينتقل القمر لمنزلة النعائم وهي للصلاح والسرعة والتقريب والتفريق طبعا هي رح تكون اليوم إيجابية برضو إحنا الآن برضو في هاي اللحظة في فترة خلو المسار خلو المسار هذا بدأ ساعة ستة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن زي ما حكينا أنه بدأ ساعة تسعة وخمسة رح يستمر طبعا هو ساعة ونص من بعد بث هاي الحلقة يعني من موعد بثها الساعة خمسة هي هو بنتهي ساعة ستة وثلاث وعشرين دقيقة مساء يعني بعد ساعة وثلاث وعشرين دقيقة من بث الحلقة بنتهي خلو المسار طبعا زي ما حكينا أنه خلو المسار فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بالإكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بما أنه القمر رح يكون أغلب الوقت موجود في برج القوس بدناش نحسب فترة الساعة ونص هاي القادمة فدائما لما القمر بدخل على برج احنا منوخذ من صفات هذا البرج فعشان هيك الصفات اللي رح نوخذها من القوس إنه بالفترة هاي منشعر بالابتهاج منجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا يبيت تجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل إلى الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة لزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا أربع زوايا فلكية والأربع زوايا تسديس والأربع زوايا إيجابيات فأول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة 22.43 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني الساعة 5.43 دقيقة فجرا أو صباحا بتوقيت الأردن بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل ناشيط جدا وفاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس برضو إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون في تمام الساعة 4.48 دقيقة بعد العصر يعني تأثيراتها هي رح تكون من الصباح من ساعات الصباح بما أنه 4.48 دقيقة يعني منزيد ثلاث ساعات الساعة 7.48 دقيقة بعد العصر أو المساء نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للزاوية التي تليها برضو زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة 7.11 دقيقة مساءً بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقاً في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة هي زاوية تسديس إيجابية برضو بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة 8.44 دقيقة مساءً بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 11.44 يعني 12 إلا ربع منتصف الليل طبعاً تأثيرات هاي الزاوية واللي قبلها من ساعات الظهر تقريباً بتبلش تأثر فهاي الزاوية منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا القمر بما أنه موجود في برج القوس خلو المسار رح يكون يوم الغد يوم الاثنين 11 عشرة بيبدأ في تمام الساعة 34 دقيقة صباحاً وبيستمر حتى تمام الساعة 5 و14 دقيقة بعد العصر لينتقل القمر لبرج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال 4 أيام في تمام الساعة 7 و55 دقيقة صباحاً بيصبح 5 أيام نسبة الإضاءة بتصير 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة مزاجها سعيد بنسبة 50% القمر في القوس حتى يوم 11 عشرة مزاجه سعيد بنسبة 80% عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 25% الزهرة في القوس حتى يوم 15 سعيد بنسبة 30% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع لآخر يوم يعني ضائل يوم تقريباً يوم 11 عشرة بنهي عملية التراجع منتحس الآن هو بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29 عشرة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وخاصة الإشي البعيد أو مع أشخاص خارج البلاد يعني مجال الدراسة الجامعية ممتازة جداً الفترة هاي السفر البعيد اللي هو سفر من دولة لدولة أو أوراق سفر أو معاملات إقامة الاتصالات مع أشخاص أجانب أو خارج البلاد برضو الفترة هاي بتكون ممتازة جداً بتشعروا اليوم بقوة العاطفة وبرضو بيكون فيه نوع من أنواع التجاوب ما بينك وبين أحبائكم بتستعيدوا حماستكم اليوم عندكم نشاطة عالي جداً وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة اليوم رح تتلقوا إشارة أو خبر وبتكون الفترة دينماكية جداً وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة لأن القمر في البيت الثامن بيت الأموال المشتركة فبيصير فيه اليوم فرصة متاحة لمكسب مالي ولكن بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة قدر الإمكان حاول أنك تحسن أدائك حاول أنك تفاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة يعني شوف حاذر 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 هذول التحذيرات عشان أنت تنتبه من أهم النقاط الأجواء اليوم إجمالاً جيدة أو تصل لمرحلة ما بدنا نقول ممتازة خلينا على جيدة فاليوم بيطلب منك الاهتمام بالأمور الأموال الأموال اللي ما بتعود لك لحالك اللي بيكون معك شريك فيها فممكن اليوم تحصل على مكاسب وبرضو ممكن أنك تهتم بأمور مالية إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين ولكن إذا بدك تتوقع على عقد أو على أمور بدك تدقق فيها بشكل جيد يعني أي اتفاق مالي ما بينك وبين الناس لازم تدقق بالتفاصيل برج الجوزة طبعاً هذا اليوم ممتاز جداً لأمور إلها علاقة بتعزيز الشراكة اليوم تقدروا تعززوا الشراكتكم تتواصلوا أو تتصالحوا أو تتراجعوا عن قرار إلوا علاقة فيكم وفي شركاء العاطفة أو العمل اليوم بتكوا تتجنبوا الغضب والإنفعال وحاولوا أنكوا ما تخلوا أي شخص أنه يستفزكم احمي سمعتك ما تشوها وحاول أنك اليوم يعني تحاول أنك تستعد وتراجع عمورك يبل ما تخوض أي امتحان عشان اليوم في مجال أنك تحصل على جائزة أو مكافأة أو حتى تكريم أو حتى إطراء يعني أي شيء ممكن يسعدك اليوم متوقع فعشان هيك يبدأك تتحامل على نفسك من مسائل إلها علاقة بالضغوطات أو الأشياء اللي بتستفزك وحاول يعني ما تتناشى مع الأجواء الضاغطة يعني إشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تهتموا اليوم بأعمالكم قدر الإمكان حاولوا أنه تباكروا لعمالكم يتركزوا في أعمالكم تنجزوها بالكامل ما تتركوا شيء يتأخر أو تأجلوه أو تدخلوا بمشاحنات ما بينكم وبين زملائكم بالعمال الأجواء إيجابية فعشان هيك بدك تستغلها بكل طاقتك انتبه أهم شيء لغذاءك لراحتك بدك تكون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات وحاول أنك تحترم المواعيد برج الأسد بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم طبعا القمر في البيت الخامس يعني اليوم في حضود وخصوصا أن الشمس سعيد القمر سعيد نسبة السعادة عالية جدا فعشان هيك اليوم في حض بيلعب معكم في بعض المسائل فبدكوا تنشطوا اليوم تستغلوا كل الأمور اللي انتم عاولين عليها أو حابين تبدأوا فيها أو حابين انك تستفيدوا منها فاليوم هذا مناسب اللي يخذلكوا في الأيام الماضية اليوم ممكن أن الحض يدعمكم فالحض زي ما حكينا ما رح يتخلى عنكم لا ماليا ولا معنويا ولا عاطفيا ولا نفسيا بترتفع عندك المعنويات بشكل كبير بدك تكون أهم شيء أكثر مرونة حاول أنك يعني تنشط شوي عشان تحقق إنجازات بتنتعش اليوم عندك العواطف من جديد بتشتد الروابط متاني وثقة وفي منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالتجميل أو بالهوايات أو بالفن إجمالا برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم تقدروا تهتموا في كثير من المسائل اللي إلها علاقة في البيت والأجواء رح تكون جيدة يعني شيئا ما وممكن تجدوا اليوم نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أفراد العائلة أهم شيء إنه تديروا بالك لأنه في بعض الضغوط موجودة ممكن أخبار إشي نرفزك متوتر بسبب أحد الأشخاص اللي في العيلة مثلا حدث معين يستفزك فيعني في بعض التوترات موجودة على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي بدك تحاذر الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك ولكن إجمالا الأجواء فيها إيجابية فممكن تحصل منها كثير من المكاسب برج الميزان بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالتنقل والسفر القصير والاتصالات والنشاط العالي جدا طاقتكم اليوم عالية بشكل عالي جدا فهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن اليوم تعززوا العلاقة ما بينك وبين أخ أو جار اليوم بماسبة كل شيء إلو علاقة بالتحركات تحركات فكرية تحركات نقاشية تسويق اتصالات امتحانات ممتاز جدا اليوم بتقدر تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك اليوم سرعة البديهة من المواقف المحرجية هاي فترة بنقدر نقول إنها إيجابية والقمر في مكانه ممتاز جدا الزوايا اللي بشكلها ممتازة جدا فعشان هيك اليوم بدك تنشط بكل الأمور اللي أنت بتعول عليها والحظ إن شاء الله إنه ما بيخذلك برج العقرب طبعا اليوم في فرصة لمكسب بيجي مالي بيجي على الأغلب هو بيجي من أعمل إضافي ولكن في اليوم أشخاص من موليد ورج العقرب ممكن يستفيدوا من دعم مالي من مستردات مالية ديون لإلهم ممكن يأخذوها عندهم متطلبات مالية ممكن يسووا تسوي عليها في ناس بتطالبهم بالديون ممكن يتخلصوا من الديون أو يرتبوها بطريقة ممتازة فالأجوة تقريبا نقدر نحكي ممتازة جدا على المستوى المالي لموليد برج العقرب بس بدهم يكونوا حذرين من النفقات وإذا بدهم يوقعوا على أي قرار مالي أي شيء العلاقة بالسندات المالية يدقيقوا فيها بشكل جيد اليوم ممكن تخططوا لمرحلة جديدة وتحددوا أولوياتكم وخصوصا زي ما حكينا اللي إلها علاقة بالميزانية والأمور المالية ممكن تتلقوا هدية أو تقدم على استثمار معين ولكن هي ممكن تظهر بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم عندكم طاقة عالية جدا بما أنه دخل القمر والشمس اليوم برضو سعيدة والقمر سعيد وموجود عندكم فاليوم تقدروا تبادروا لخطوة جديدة اللي اتدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي منقدر نحكي أنها فترة بداية ممتازة جدا وخصوصا لمدة أقلها من أسبوع لعشر أيام فبطالعك اليوم على خبر ممكن هذا الخبر يكون بالنسبة لإلك مثابة إشارة لانطلاق جديد فترة ناشطة وحماسة عالية جدا طبعا ممكن تتلقى جواب على موضوع قديم أنت كنت بتنتظره أو تنطلق بمشروع ما الفترة هاي إيجابية بتدعمك فيها الحضوض بشكل جيد ممكن تستعيد ببعض الأشخاص اللي سندوك في هاي الأمور فعشان هيك اليوم بدك تتحرك بمعنى آخر برج الجديد اليوم بدك تنتبهوا بشكل كبير على طاقتكم القمر ما زال موجود في بيت المتاعب صحيح أنه ما في مخاطر لأنه سعيد فعشان هيك أهم إشي اللي عندهم أمراض مزمنة هم اللي بدهم ينتبهوا على أدويتهم يخدوها بوقتها ممكن يكون في مراجعات طبية لبعضكم أهم إشي إنكم ما ترهقوا حالكم كثير ما تبالغوا في إنجاز اللي عندكم أو الأعمال الموكة اللي لأيكم عشان ما ترهقوا نفسكم يعني خلي الأولويات هي حاول إنك تخلي حالك روتيني قدر الإمكان ما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة لأنه المكان للقمر فارغ من الطاقة فعشان هيك تشعر إن كل الأمور كأنها بتعاكسك أو بتخذلك أو مش ماشي مثل ما بدك فعشان هيك منقول إنه حاول إنك ما تحسم أمر ما تنجرف وراء الأفكار السودة والهواجس والوساوس يعني ضايا اليوم بكرة القمر بصير عندك بتعوض كل الأمور فحاول اليوم إنه الأعمال الضرورية والمهمة هي اللي تهتم فيها باقي الأمور يعني حطها على جنب ما تسألش عنها بور جدا طبعا اليوم تقدروا تعززوا من صداقاتكم وبرضو يكون لكم اليوم نوع من أنواع التواصل الجيد مع بعض الأصدقاء منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة أو دعوة أو فرحة معينة أهم شيء إنك ما تبقى وحاول إنك تسارع للمشاركة لأنه أنت اليوم بحاجة للنصيحة فالمشاركة بأي مناسبة ممكن اليوم أنت تحصل منها مكاسب النصيحة أخذها من أي شخص لأنه ممكن هاي النصيحة تيجي بالوقت المناسب اليوم بنتظرك لقاء أو موعد ورح يكون ناجح ومميز أهم شيء إنك ما تهمل واجباتك وحاول إنك تكون منظم وحاول إنك تكون دقيق بكل شيء الأجواء زي ما حكينا فيها إيجابية على المستوى الإجتماعي فعشان هيك استغلها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود زي ما حكينا في بيت السمعة ولكن بما إنه إيجابي فبيدعمك أكثر فهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو أشخاص ممكن يحلوا مشاكل في عملهم بينهم وبين المسؤولين أو يتواصلوا مع مسؤولينهم أو شوي المسؤولين ينظروا لكم بنظرة ثانية يعني الأجواء فيها نوع من أنماء الإيجابية طالما أنت ماسك عصابك بدون مخالفة أو بدون أي شيء ممكن يشوه سمعتك أو يضر في مصلحتك من مشاحنات مخالفات قوانين مجازفات فاللي بيعمل بينجح اليوم بالدفع بمصالحه وبتقدروا اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنه اليوم أنت عندك نوع من أنواع الغيرة على مصالحك فعشان هيك حاول أنك تثبت جدارتك ممكن اليوم يكون من أسوأ أو أنجح أيام الشهر ولكن أنا بشوف أنه اليوم على الأغلب هو من أنجح أيام الشهر إذا أنت التزمت باللي أنا حكيت لك هي هو صحيح أن القمر دائما بيكون تأثيره صعب على الأعصاب والمعنويات وخصوصا لما بيكون في بيت السمعة ولكن اليوم يعني رح يكون أخف وطأة فأهم شيء أنك ما تتذمر على مسمع أحد وحاول أنك تصبر طبعا حكينا أنه في نهاية الحلقة بدي أعلق على بعض الأمور بما أن وصلنا لنهاية الحلقة فخليني أنا أذكر موضوع أنه في بعض الفلكيين أو هم مش فلكيين أساسا يعني أنتوا بتفكروهم فلكيين اللي بيطلعوا بقول لك توقعاتي للسنة القادمة وأنا حاسس أنا شايف أنا بتوقع أنا عندي بصيرة معينة فعشان هيك رح يصير كذا وكذا وكذا كل هذا أنا ما بأخذ فيه لماذا؟ لأنه هذا بيعتمد على الكلام الواقف إحنا منسميه بلغتنا في الأردن الكلام اللي ممكن تحلله بألف معنى وأنا ذكرته أكثر من مرة فهدولة ناس ببيعوا كلام يعني ما لهم علاقة بعلم ومنطق وحسابات ودقة هدولة بيجي بقول لك أنا حسيت أنه كذا أجتني الحاس السادسة وهي ما بتخطئ بأنه أو شايف فلان رح يصير معا كذا أو فلان الدولة الفلانية رح يصير فيها كذا طبعا فيه أشياء إحنا لأنه أنا مريت في هذا الأمور فيه أجهزة أمني أو حكومات معينة أو أشخاص رجال أعمال أو أو إلى ما مستعد يدفع لك فلوس مقابل أنك أنت تشوه اقتصاد دولي أو تشوه أمن بلد أو أنك يثير الرعب في بلد عشان تضربها اقتصاديا أو تركز على شخص معين عشان فضايح وشغلات زي هيك هذا الإشي ما إلو علاقة بعلم الفلك هذا سياسي الآن أنا أجي أقول لك فلان حكى وفلان ما حكى وأقعد أعدد أسماء والله يعني لا خليها والله بديش أقول لكم ما إلكوا علي يمين لا هاي والله أغلب الموجودين على الساحة هذولا ما يعني ما عندهم معلومات علم الفلك هذولا بس بيرصف كلام فيه منهم بيتلصص بالكلام يعني بسرق معلومة من هون بيقرأ له في موقع أجنبي كذا بيشوف له في كتاب معلومة بيشوف واحد تنبأ له بمعلومتين من هون بيجمعهم على بعض هو حابب بيطلع بشغلة على حسب صاحبه هذا شو حاسس وصاحبه هذا شو بتأمل وصاحبه هذا شو عنده بيجي بيجمعهم مع بعض بضربهم بالخلاط هيك وبيجي بيحط لك إياهم على إنه توقعاته هذا برضو ما إلوه في علم الفلك أي شخص بيطلع بيقول لك أنا شايف التحول السنوي والمصطلحات اللي تستخدم في عملية التوقعات السنوية إنه والله هاي المصطلحات لأنه لا هاي ما لهاش علاقة برضو في علم الفلك هاي أنا عشان أنا أكون يعني واضح أكثر في هاي المعلومة التحول الفلكي أو الأمور اللي إلها علاقة بالتحولات الفلكية ذكرنا عنها إنه هاي للخارطة الفلكية للشخص مش للدولة يعني أنا لما باجي بدي أقول دولة فلانية لازم يكون عندي تاريخ تأسيسها وساعة تأسيسها والدقيقة اللي تأسست فيها هاي الدولة عشان أطلع الخارطة الفلكية وطالع الدولة هاي وبعدين أعمل تحول سنوي وأحرك أنا الشمس على نفس الدرجة اللي موجودي فيها الشمس لما أنا انولدت اللي هي شمس السنية هاي مع شمس أنا لما انولدت أحطهم على نفس الدرجة وأشوف الطالع صار على أي برج بعدين أجي أدمج ليش هالغلبة ليش هالوجعتها الراس ليش هالمعلومة يعني عشان أبين أني أنا بعرف بالفلك طب ما هي حكيت لك أنا معلومتين هاي هاي الفردراريات أوكي روحوا هاي اشتغلوا عليها أنت بتصير تعرف طالعك السنوي وبتصير تعرف أنت تتحلل وبتصير تعرف على نفس المعلومة هاي يعني هي نفسة خارط ميلادك الشمس مثلا لنا أفترض بتكون على الدرجة سبعة واثنين وعشرين لف هالشمس على السنة هاي مثلا الفين واثنين وعشرين خلي الشمس تيجي على نفس الدرجة اللي هي سبعة واثنين وعشرين بتلاقي الطالع تغير هذا هو طالعك السنوي اللي بكل الدنيا صارعين الدنيا أنه إحنا الوحيدين اللي بمطلع الطالع السنوي الفردراريات يا جماعة الخير الموضوع أبسط مما تتخيلوا هذا الموضوع له علاقة بأشياء أنا لما بدي أحسب لخارطة فلكية لشخص معين عنده مشاكل معين باجي بأخذ هاي الجزئية عشان تعطيني من عشرة لخمستاش سبعتاش في المية من توقعاته ما باجزم عليها كل توقعاته ومش كل مرة بتصيب هاي المعلومة عشان هيك أنا ما بدي تخضوا في هاي الأمور لأنها بتوجع روسكو يعني هاي بتشتت الناس عن علم الفلك أكثر ما هي مشتتة ولكن في ناس بتستكسب من ورا هذا الموضوع في ناس بتستفيد ماديا من ورا هذا الموضوع لأنهم يدخلوا بإشي جديد أنا مش ضد خليهم يتكسبوا ولكن يفيدوا الناس وإنتوا ما تأخذوا بكل شيء بتسمعوا طلع الفلك فلان وطلع دمرنا وهذا للعلم للعلم ماشي زحل هو رح يظل موجود في نفس البيت رح يظل في نفس البرج يعني نفس تأثيرات السنة الماضية نفس التأثيرات اللي موجودة هاي السنة على معظم الأبراج من تأثيرات زحل في مكانه وبلوتو في مكانه وأورانوس في مكانه ونبتن في مكانه المشتري هو الوحيد اللي نهاية السنة هاي بده ينتقل ويروح على الحوت ماشي ولا واحد رح يقول لكم ولا واحد رح يقول لكم إيش يعني اقتران المشتري مع نبتن اللي رح يصير في نهاية شهر أربعة وتأثيراته بتبدأ من إمتى وبتنتهل إمتى وإيش المتوقع من هذا الاقتران هسا من بعد الكلمة هاي بكرة بتبلشوا تسمعوا كل اللي موجودين على الساحة وأغلبهم بلش يقول لك الاقتران العظيم الأحداث المترقبة هذا الحكي أنا حكيته يمكن من شهرين أو من شهر حكيته في توقعات يومية وحكيت إنه هات طفرة رح يعمل طفرة بالفترة القادمة في طفرة في أمر يعني رح يكون مذهل ورح يغير ملامح دول هاي الاقتران هات لأنه هات رح يكون في بشائر خير تغيير من وضع من جو لجو فعشان هيك مش كل شيء بتسمعوا إلو علاقة بعلم الفلك أنا ممكن أجي أدمر أعصابك وأنا بحكي لك عن علم الفلك وممكن أجي أرفعك للسماء بعلم الفلك ولكن هل صحيح هات ولا صحيح هات علم السنة فيها إيجابي وفيها سلبي فيه شهر معك وشهر عليك عشان أنا أعطيك التوقعات الصحيحة لازم أنا أجي أقول لك دير بالك في الشهر هات ورح تكسب في الشهر هات هذا الشهر احذر منه وهذا الشهر فيه فرص فيه كذا ممكن نفس الشهر أحذرك من شيء وأعطيك إيجابيات بشيء فعشان أعطيك فعشان هيك التوقعات مش أمر معقد أو أمر صعب ولكن يعتمد على حسابات حركة الكواكب دخول الكواكب على الأمراج إذا أنا حسبتها صح وحسبت أوقاتها صح معناته أنا أعطيك توقعات بالنسبة عالي بدها تكون صح وعادة لما بدك تسمع اسمع برجك واسمع طالعك لا تسمع برجك لحاله لا تسمع طالعك لحاله وإنسالي فكرة أسمع طالع القمري وبرج الباطن هدولة الاثنين مش موجودات يا عالم في علم الفلك القمري لعواطفك الزهرة لحبك المريخ لشهوتك بقدر أقول لك برجك المريخي هسا وبلش أطص فيك على الأمور الشهوة والجنس والإنحلال والنزوات شو يعني أصبح طالعك لا هاد هاد بيت 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 ما أناش علاقة فيه أنا إلي بس في برجك وطالعك ما حدا يجي يقول لي وبرج الباطن برج الباطن البرج الفلاني شايفه بنطبق بنتبق عليك خلا استابعه ولكن أو برج القمري بنطبق طب روح تابع برجك القمر أنا من الناس الفلكيين اللي بأخذ بس ببرجين أساسيات بأخذ بالبرج وبأخذ بالطالع إذا ما تحدد معي اللي هي أجا عندي فيصل الطالع بين برجين مية في المية واحترت أنا ما بين البرج الأول أو الثاني اللي هو القبل أو البعد بشوف القمر وين شفته ترابي بحط إذا كان الطالع البيت الثال اللي بعدي ترابي بقول الترابي هو الغالب شفته اللي قبله بقول اللي النار اللي غالب موضوع مش هاي مصطلحات واللي بيجي بقول لك أنا بالتاروت توقعات السنة اللي جاي وشفت زحل داخل على هذا تأثيرات زحل شو دخلت تاروت بالفلك دخلوا تاروت ودمجوا مع الفلك ما لقوش علاقة الرمل أنا بدي أعذر بلك بالرمل وأحكي لكم توقعاتكم أي توقعات اللي بدك تحكي فيها ما شرحنا عن الرمل لازم أن تكون قدام الشخص ولازم أن يكون فيه جو معين فيه حلقة إلي مكتوب علم الرمل سأعيد من أدخل واسمع مقدمتها كل هاي الأشياء أنا حكيت عنها بالفترة الماضي عشان هيك أنا تحاربت وتهاجمت وتسوى فيه بلاغات ما فيه إش اسمه أنا بعلم الرمل بعطيك توقعات برج العقرب ولا بالفنجان بعطيك أنا توقعات العقرب ولا بفتح في كاسة المي ولا بفتح لك بالتفاحة هذا كل يتو علم الفلك علم فلك غيره كلام فاضي علم لحاله قولي علم لحاله بتتوقع فيه لشخص لحاله أوكي أما تيجد قولي أنا بالعموم بتوقع بكذا لا هذا بح ما ديش أغلط اليوم إن شاء الله ربنا بيجعله عام خير وسعادة علينا جميعا وربنا يعطينا خيره ويصرف عنا شره ما تتشائموا من اللي بتسمعوه ما تتخوفوا من اللي بتسمعوه خذ دائما إيجابيات العام ما تأخذ سلبياتها احذر من سلبياتها حاول أنك أنت تعرف فلكيا حركة الكواكب في السنة هاي كيف راح تكون اعرف أنت الزهرة إمت بدأت تتنقل في البيوت وشو تأثيراتها اعرف عندك القمر تأثيراته الشمس تأثيراته خاف من المريخ لما بتحرك خاف من تراجع وطارد لما بتحرك ويعرف إمت بمشي للأمام وبكون في البروج أي أنت طلعت بالتوقعات السنوية مع الكواكب الكبيرة اللي ثابت في مكانها اللي هي نفس تأثيراتها من سنوات هي هي بتأثر علينا نفس التأثيرات يعني التأثيرات اللي بدأت تتغير هي نفس التأثيرات اللي بتصير من حركة الكواكب السريعة وبس المشتري الوحيد اللي رح يتغير وبيتجي ناس بقول لك المشتري أفضل اللهض ملوك الأبراج القمة في النجاح العطاء في الأسن أعمل لك يا بصوت إذا العطاء القوة قال لا وين هذا يا عمي طب ما هو ماشي المشتري بتراجع بقعده أربعة تشهر خمس تشهر وبتراجع وين راحت هاي الطاقة عمد زاوي التربيع وين راحت وين صفينا وين الحظ هاي ضلوا يقولوا لا تبعين الدلو انتو المحظوظين وانتو السنة حظك والسنة هاي راحت الصعاب ولا هذا تفضلوا علقونا يا تبعين الدلو بالله شو صار فيكو السنة وقابلهم خليهم تبعون الجدي يحكو لكو شو صار فيهم لما المشتري كان عندهم نعم مش لهالدرج الامور فيه افضلية فيه حظوظ ماشي ولكن مش بالصورة اللي هم ببهروها اعرف امتى الزوايا وامتى التراجعات وامتى يعني الموضوع مش موضوع بسيط بالكلام هو بسيط بالحسابات اللي بحسب صح بقول لك صح عشان هيك دايما نخذه بالصح بكفي اعتقدني رغيت كثير اليوم طيب اول الاشي قلينا اشكر المنتسبين اولا اللي اسماهم ظهرت الان نوادول يعني هم اللي ساهموا بالفترة الماضي انه احنا نقلنا النقل النوعي اللي شوي غيرت بالقناة والداعمين اللي من وراء الكواليس اللي دعموا عشان شوي نحسن من المعدات اللي موجودة وان شاء الله انه بستمر الدعم ومنطور اكثر ومنجيب اجهزة غير الاجهزة هاي اللي موجودة اللي تتحمل الشغل ويكون فيه امكانيات اكثر ان شاء الله انه كل الامور بتتحسن والقادم احسن انا والكم وللجميع بتمنى انكو تضلوا تدعموا بموضوع اللايك والكومنت والامور هاي المشاركات صحيح اني انا يعني شوي وقح بطلب منكو الكومنتات وبعلقش عليها ولكن بعلق عليها بالهاد فهذا يعني انا بسهل لازم ددي ددي لاني نوتي في هاي الامور مش نشيط على السوشيال ميديا بسبب اني كثير بكون في المستشفى او بكون باخد ادويتي او بكون بحضر للحلقة او بكون عندي ظروف والدي ان شاء الله ربنا بيموا بالسلامة عملية الكبرى خلال الاسبوع هذا بتتحدد او الاسبوع القادم امور الصحية يعني مستقرة عملنا له عملية للي سألوا طبعا ليش دخلت انا ليش دخلت بالموضوع في ناس سألوني نطمن على والدك والدي الحمد لله عملنا له عملية الحق من اللي اسمنت لسة فقرات الحمد لله اموره احسن ولكن الان ننتظر موعد العملية الكبيرة اللي هي الله يعينه عليها ويعينه على ما لبعدها بتتحدد الاسبوع هذا او الاسبوع القادم ان شاء الله انها تتكلل بالنجاح وربنا يخفف عنه بحق محمد وآل محمد انه تخف عليه الامور او برضو دعواتكم ما تنسونا بالدعاء لا الو بظاهر الغيب وان شاء الله انه ربنا بيستجيب لا الكم هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة